اتجاه واشنطن وللمرة الأولى نحو فرض عقوبات على كتيبة إسرائيلية على خلفية انتهاكها حقوق الإنسان في الدفة الغربية أقامت دنيا ولم يقعدها في إسرائيل الحكومة الإسرائيلية أظهرت ردة فعل غاضبة من هذه الخطوة منهم من اعتبر فرض العقوبات على الكتيبة سابقة خطيرة وآخرون صرحوا بأن العقوبات على الجنود الإسرائيليين خط أحمر رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو رفض فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي مضيفا أن حكومته ستعارض مثل هذه الإجراءات بكل الوسائل المتاحة من جانبه يعتبر الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بن جانت فرض عقوبات من هذا القبيل خطأ وسيدر بشرعية بلاده في وقت الحرب ووصفها بغير المبررة بحجة أن إسرائيل لديها نظام قضائي مستقل وجيش يلتزم بالقانون الدولي في المقابل صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالانت بأن الأضرار التي تلحق بوحدة إسرائيلية واحدة ستؤثر في الجيش الإسرائيلي بكامله وبأنها خطوة غير مرحب بها من جانب الأصدقاء والحلفاء العقوبات ستفرد على كتيبة نيتس حيهودة ووفق بعض المصادر سيمنع نقل مساعدات عسكرية أمريكية إليها كما سيمنع جنودها وضباطها من المشاركة في التدريبات مع الجيش الأمريكي أو المشاركة في أنشطة تتلقى تمويلا أمريكيا وحسب مسؤولين في الإدارة الأمريكية قرار العقوبات يستند إلى أحداث وقعت قبل السابع من أكتوبر الماضي في الدفة الغربية وذلك بعد أن قامت لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الدفة أرسلت إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن قبل بضعة أشهر ترجمة نانسي قنقر